موسيقى مساء الخير كتير عم نحكى اليوم عن موضوع الاندستري فور الصناعة الرابعة الجيل الرابع من الصناعة حبت بهذه المحاضرة اشرح شوي شو هي الاندستري فور منين طلعت الفكرة منين يعني نطلقت كيف نطلقت الفكرة وشو عمين عمل فيها هلأ شو هي الخطوات المطلوبة من هالمصانع من هالصناعة اللي حتى تصير نقدر نسميها صناعة ذكية كيف بنقدر نجمع هالداتا اليوم بالاندستري الانترنت بعد ما كانت عم ناخدها من السكادة والبي أل سي عنوين كتيري بهذه المحاضرة بنضطرق لها ان شاء الله لحتى نقدر نضوي شوي على موضوع التحول الرقمي في القطاع الصناعي الديجيتال ترانسفورميشن بالقطاع الصناعي اولا ما هي الصناعة الرابعة الاندستري فول يعني هذا التعبير هو هذا الترم هذا الاندستري فول طلع بأولمانيا بتعرفوا أولمانيا بلد صناعي في كتير من المصانع السيارات والطائرات وقطع السيارات فأطلقوا تسمية الاندستري فول الجيل الرابع من الصناعة بمعرض هانوفر يعني من حواله بالعام 2012 اما 2011 على ما اتذكر فالجيل الرابع يعني من الصناعة هو مش عم بيدخله يعني بعض التحسينات وبعض التعديلات على القطاع الصناعي مني عم بقولوا نحنا بدنا نقود عملية تحول رقمي في المصانع عملية التحول يعني انه هذا المصنع بدأت تغير القصص التقنية والتكنولوجية اللي كان عم بيقوم عليها لانه دخلت هلأ تكنولوجيا حديثي بدنا نشوفها شو هي اللي بتقدر تعمل نوع من التغير في هالمصانع التغير وتحول رقمي كمان هلأ نشأت فكرة المصنع الذكي سمارت فاكتوري المصنع الذكي هلأ طبعا جنرال الالكتريك وسيمينز والشركات تعيط الهواتف الجوالة والشركات الاجهزة المحمولة كلهم عم يشتغلوا بالسمارت فاكتوري بدنا نشوف شو قصص هذا السمارت فاكتوري دخل بقوة هيدا المفهوم بالسنوات الأخيرة طبعا مع انتشار وسائل الذكاء الاصطناعي والفيرتشوال رياليتي والبروتو تايبينج بنقدر نعمل بروتو تايب بالتري دي برينتينج بسرعة فسمارت فاكتوري أحد أعملت الصناعة الذكية الجيل الرابع للصناعة وطبعا في مفهوم هلأ عم يحكي فيه كمان اللي بقلوله السايبر فيزيكال سيستم سي بي أس يعني انه بنقدر نتحكم بالأشياء المادية يعني بعناصر المصنع بآلات المصنع عبر السايبر عبر الانترنت أمر أبرع أما عبر الشبكات اللي خاصة بهالشركات الفي بي أن وما الفي بي أن فالسايبر فيزيكال سيستمز هلأ كمان أحد أعمدت التصنيع الذكي الجيل الرابع من الصناعة فهلأ هيد الصناعة الرابعة إذا بتفوتوا على جوجل أما بتفوتوا على أي محرك بحث بتكتب الاندستري فول بيطرع لك كتير دراسات عشرات مئات ألاف الدراسات عن الاندستري فول بدنا نحاول نعطي الأمور المهمة الأمور يعني الزبدة تاعت الاندستري فول بهذه المحاضرة أولا نتحدث شوي عن تطور الصناعة هلأ هني طبعا العلماء كلهم أجمعوا على أربع مراحل بتطور الصناعة بتطور الكطاع الصناعي قالوا المرحلة الأولى الجيل الأول للصناعة هي لما بدأت بالقرن السابع عشر تقريبا قبل ما يبلش القرن الثامن عشر بشوي لما استخدموا المياه وبلشت علوم الميكانيك ومحركات البخار تدخل على الصناعة صاروا يقدروا يعملوا يعني تصنيع شوي يختلف عن العمل اليدوي يستخدموا الألات البخارية واستخدموا المياه في المصانع فهيدا الجيل الأول كان يعتمد على هذه الأدوات إجا الجيل الثاني بعده يعني تقريبا بالـ 1870 لما دخلت الكهرباء اكتشفت الكهرباء هون صرنا عم نحكي عن لأنه صرنا عم نستخدم الطاقة الكهربائية بالإنتاج بالمصانع بالمعامل للتصنيع لإنتاج الكطاع لإنتاج المعدات أما للإنتاج الغذائي مواد الغذائية فصرنا هون عم نحكي عن الانتاج الكثيف بهذه المرحلة فهون المرحلة الجيل الثاني من الصناعة كان الدخول الكهرباء إلها يعني ميز هذا الجيل أما الجيل الثالث يعني بالسبعينات في هالقرن اللي مرأ لما دخلت المكننة هون صرنا عم ندخل الكمبيوتر بكل أجزاء المصنع دخلنا الـ PLC إذا حدا اشتغل بالقطاع الصناعي منكم اللي عم يحضرنا هلأ بيعرف انه فيه سكادا وفيه PLC الـ PLC اللي هنه كنترولرز اللي بيتحكموا بالمشين والسكادا هو السيستم اللي بيربط كلها الكنترولر مع بعضهم وبيعطيك كنترول إدارة وتحكم بهذا المصنع ودخلت الكمبيوترز بالـ ERP والأوردرز فهون يعني صبغت هذه المرحلة بدخول المكننة بدخول الكمبيوترز إلى المصانع كمان أدت إلى زيادة الفعالية إلى زيادة الإنتاجية في هذه المصانع فهذا الجيل الثالث أما الجيل الرابع اللي بلشنا نحكي عنه كتير اللي عم نسمع عنه الـ Industry 4 هلأ اللي أطلقوا هذا التعبير اسمه الـ Industry 4 الجيل الرابع هون دخلت التكنولوجيات الحديثة بقوة هلأ صرنا عم نحكي عن الـ Internet of Things انترنت الأشياء بدنا نشوف كيف هلأ بدنا تساعدنا بالصناعة عن نحكي عن الـ Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي كيف بيقدر يساعدنا بالتصنيع وتخفيض الكلفة والتنبؤ بعمليات الطلب وكمان دخلت موضوع الروبوتات الذكية يعني معاش الروبوت مجرد دمي ماشين يعني آلة ما بتفهم ما بتقدر تقرر من اوتونوميس ما بتقدر تعمل عمل لحالة إنه مجرد رافعة لا صار الروبوت ذكي مثل ما بنشوف بأمازون إنه الروبوت هلأ بأمازون بتلاقي هالروبوتات اللي بيحملوا البضاعة بالـ Warehouse بيعرف إنهم بدوا يجيب الأيتم عن أي رف بيعرف بم بدوا يحطوا فاستبغى هلأ الجيل الحالي من الصناعة بدخول كثيف لها التكنولوجيات بقلب المصانع في عندنا طبعا هلأ تدرج حتى في موضوع الـ Industry 4 ما فيه الواحد المصنع يروح يقلبوا دغري على الجيل الصناعة الرابع بدوا يمشي شوي شوي لأنه في عنده استثمارات قبل موجودة بموضوع السكادة بموضوع الـ PLC بموضوع الأجهزة القديمة فهذه أربعة مراحل نحن الـ Industry 4 اللي عم نحكي عنه اللي هلأ هو عم نعيشه حاليا بالدول المتقدمة اللي عم تشتغل فيه الموضوع مش بس مصنع ذكي هني عم نحكي عن الـ Value Chain كلها عم نحكي سلسلة القيمة سلسلة التوريب من لما بتجيب الـ Order من السبلاير اللي يفوت لعندك على المصنع لتصنعوا لهذا الأوردر بيجيب المصنع بيكون حاطين سنسرز نحن عكل الروبوتات عكل الماشينز هو السنسرز اللي بنقله نحن آيو تي سنسرز انترنت الأشياء بيبثوا داتا ديغلي مباشرة إذا نقصت البضاعة اللي بدونيها بالتصنيع أما إذا بدون يعملوا أوردرز أما إذا عالية التمبريتشر الحرارة أما عالية الهيوميدي بقلب المصنع فنحن عم نحكي هون عن تكامل المصنع الذكي مع سلسلة القيمة كلها مع الإجراءات يعني سلسلة القيمة هن الإجراءات للعمليتي للشراء والتوريد والتزويد وغيرهم من الإجراءات مباشرة إلى التوزيع يعني توزيع هالبضائع فالأتوميشن هون صرعي ندخل أكتر مش بس بعملية التصنيع كمان بعملية سلسلة القيمة متكاملة هلأ في تعريف كتير جميل شفته على الإنترنت عن المصنع الذكي أنه هو المصنع لما يكون السيبر فيزيكال سيستم يتحدث مع IOT ويساعد الناس ومشينا في التوزيع من المصنع يعني لما يكون السيبر فيزيكال سيستم هدا اللي حطينه نحنا بياخد داتا من IOT من السنسور من الإنترنت الأشياء أو بيساعد البيبول بمهامهم سواء بمهامهم الإدارية أو بمهامهم العملياتية التصناعية فهون السمارت فاكتوري الدفينيشن تعود كيف ينتمي المصنع إلى الصناعة الرابع إلى الجيل الرابع يعني شو هن المبادئ شو هن الأسس اللي بنقدر نقول أنه هذا المصنع صار قريب من الجيل الرابع للصناعة حددوا العلماء اللي هن يشتغلوا بالإندستري فور حددوا أربع مبادئ يعني لحتى نقول نطلق على هذا المصنع اسم المصنع الذكي أنه انتمى للجيل الرابع أول شي قابلية التشغيل البيني يعني تقدر الآلات والأجهزة والمشين والبيبول بكل هالمصنع يقدروا يحكم مع بعضهم يعني الداتا بتكون مفهومة بين افترضنا معدات التصنيع بين معدات طلب البضائع وبين البيبول فبيكون في عنا انتر اوبرابيلي بنقل نحن قابلية التشغيل البيني هون إذا كانت معدات المصنع مش عم تقدر تتواصل مع بعضها بالداتا ما بنكون بعد نحن وصلنا لموضوع الاندستري فور المبدأ التاني اللي حكيوا عنه بالاندستري فور هو شفافية المعلومات انفورميشن ترانسبيرنسي انفورميشن ترانسبيرنسي انه بتقدر بيقدر هالمصنع يعطيك صورة افتراضية عن عملية التصنيع يعني على سبيل المثال بيقدر مثلا بالفيرشوال رياليتي افترضنا اليوم يقدر يشوف كيف عم تتم عمليات التصنيع اما يتخيل كيف بدأ تتم عمليات التصنيع والانتاج فلانه التكنولوجيا صارت موجودة الاغمينتد رياليتي الفيرشوال رياليتي عم تخليني يشوف صورة افتراضية عن هذا المصنع ذكي بالادارة العامة يعني يمكن الادارة العامة بدأ تشوف صورة افتراضية عن عمليات التصنيع بتقدر تشوف هالتكنولوجيا بتأمن له هذا الموضوع المساعدة التقنية المساعدة التقنية تكنيكا يعني اليوم بدنا نشوف انه الالات والروبوتات والانظمة بتقدر تساعد هذا البشري سواء بالمهام الادارية او بالمهام التنفيذية الصعبة يعني مثلا حمل افترضنا بمصنع السيارات مصنع السيارات اليوم البشر معظم البشر يعني هني بحطوا الامور البسيطة بتصنيع السيارة والروبوتات هي بتحمل بتشيل بتشيل الابواب بتشيل النوافذ بتشيل كل الامور الضخمة عن كاهل العامل البشري طبعا هون في بعض الناس بقولوا انه في ناس كتير بدأت تفقد وظائفها بهذا المجال اذا قدرت الالات والروبوتات تحول هالمصانع الى اتونمس اتونمس يعني تعمل لحالها ممكن تفقد بعض الناس وظائفها بالوظائف الدنيا اللي بيشتغلوا عن لاين ممكن كتير بس اذا كان فيه خطط ليحولوهم لوظائف اعلى شوي بيمشي الحال المبدأ الرابع لمركزية القرار الذكي يعني اليوم اذا بدي يكون في مركزية بقلب المصنع باتخاذ القرارات ما بوهد فينا نعمل سكيل سكيل نتوسع كتير بالتصنيع يعني ما بفينا نعمل بقدرة طاقة عالية هلأ بنشوف انه مثل على مركزية القرار لما بنحط الروبوتات الذكية افترض بقلب امازون مثل ما شايفين هلأ هالروبوت ذكي هيدا اللي شايفين اللي باللون الورنج تحت بيقدر ياخد قرار لانه مبرمج بالمشين ليرنج مبرمج بال انه من بد يجيب الايتم وان بد يحط الايتم فا اوتوماتيكلي السنترلايز سيستم بيعطي اوامر لهالروبوت ليروح يجيب الايتم عن الرفوف ويوديهم للتغليف او ياخدهم من الويرهاوس لمكان تاني فهون لمركزية القرار صرنا عم نضمن هالروبوت اللي بقلب المصنع عم نضمنه جزء من موضوع انه يقدر يعمل بالتاسك لمعطات لالو يعني ياخده يحطه صار شويه فيه ذكا على مستوى الديفايسز بقلب المصنع يعني ما عم نحكي بس انه الانتليجنس الذكاء القرار مركزي بقلب المصنع عم نحكي انه ممكن يكون على مستوى الديفايسز الصغار هذا اللي شايفينه صورة من الويرهاوس تبع امازون يعني شو هي المحركات التقنية شو هي التكنولوجيا اللي عم تدفع الصناعة نحو الجيل الرابع يعني يعني نحنا اليوم لم نصل الى الاندستري فور الا ما صار في عنا خلفية صار في عنا ارضية مهيئة من التكنولوجيا تقدر تعمل عملية التحول الرقمي في المصنع الاندستري فور طبعا اول شي في علوم الداتا وتحليله هايدي كتير ساعدت بموضوع الانتقال الى الجيل الصناعي الرابع الذكاء الاصطناعي والداتا الضخمة الكدرة على معالجة الداتا الضخمة في المصانع لانه اليوم اذا بدي حط اني سنسرز بدي حط حساسات بالآلات عم تاخد تنبريتشر عم تاخد هيميدتي عم تاخد الانتاج عم تاخد قديش عم بيصير في عندي دفكت يعني امور غير صالحة عم تاخد الـQA الـQuality assurance الـQuality control كل هالداتا عم يطلع عندي داتا ضخمة بقلب هالمصنع بدي يكون في عنده المصنع القدرة على انه القرارات بناء عليها فأمنت لي الـQuality و Artificial Intelligence موضوع علوم الداتا وتحليلها في القطاع الصناعي صارت هون اللغات البرمجة الـPython موجود كتير لائبراريز خاصة بالتصنيع خاصة بالبروسيسنج تبع الـPycData بالـPython وبغير الـPython الشيء التاني كمان توفر الداتا ونقلها بأمان يعني اليوم تناقل الـData يعني بالمصانع اليوم العادية تجي للتالت في عندهم الـPycData إذا مثل ما حكيت الـPycData اللي هو الـController اللي بيقعدوا على بقلب المصنع بيبثوا داتا اليوم هو الـPycData وصلنا لمنطقة مش صار في عندهم كتير بروتوكول وكتير Data Format فما فيش Interoperability كتير بينهن فإنترنت الأشياء اليوم وبالذات الـIndustrial Internet of Things يعني إنترنت الأشياء الصناعية رايحة تعمل الـPycData للـPycData ورايحة تبث Data من كل أماكن المصنع على مركزية منصة تحليل المعلومات في هذا المصنع يعني بيقدروا ينشروا بالمصنع يعني مئات هول Internet of Things بياخدوا حرارة بياخدوا بياخدوا انتاج بياخدوا بياخدوا الـPycData بياخدوا كيفة مؤشرات ويمشوها لحتى نقدر كمان ناخد هالحجم الكبير من الـData ممكن كتير تساعدنا لـCloud Computing الحوسبة السحابية لأن المصنع ما عنده القدرة مصانع متوسطة أنه يبني Data Center كبير ليقدر يعمل أناليسيز بيلجأ هون لـCloud Computing ليأخد سيرفيرات ويبعد Data يعمل لها تحليل على السحابة الحسوبية فهون توافر Data ونقلها بأمان وستخدم وفورمات international standard كمان أمن لي شوي دفع هالأندستري 4 لقدام الشغلة الثالثة التصنيع الذكي هو بقلب المصنع يعني عمليات التصنيع دخلت عندنا الروبوتات الذكية إذا تشوفوه مثل الإيد بتنزل بتأخذ بتلطئ قطعة بتركب القطعة مكانها فهيدا الروبوتات الذكية عم يعززوها شوي بالMachine Learning Algorithm عم تقدر هالروبوت الذكي أوقات يتعرف عم فك البراغي مثلا من شي تاني بيقدر يتعرف من خلال تحليل الصور من خلال معالج الصور دخل عندي الكمبيوتر vision كمبيوتر يعني كدرة هالآلات إنها تقدر ترى ترى من خلال تحليل الصور يعني طبعا ودخلت الطباعة الثلاثية بالمصانم 3D Printing 3D Printing شو بتتأمنلي بموضوع التصنيع الذكي هون بتأمنلي يعني شغلي حلو كتير بالصناعة إنه بتخليني أعمل بروتوتيب رخيص وما بيكلفني كتير يعني بروح بروح المهندس بيعمل هالمودل على الكمبيوتر على المودلينج سيستم اللي عنده تبع المنفاكشرينج تبع التصنيع وبروح بيطبع منه نموذج بال3D Printing وبيفرج النموذج على الإدارة العامة يمكن فيطبع 10 20 30 نموذج مختلفين حتى يقدروا يقرروا أي منتج بروحوا فيه بياخدوا فيدباك من الموظفين من المستهلكين وبروحوا على الإنتاج الكثيف على Mass Production بس يكون هالمودل يعني صار مقبول صار وفقوا عليه الإدارة ومقبول من المستهلكين فال3D Printing دخلت معي كمان بموضوع التصنيع الذكي أمنت لي نوع من يعني نوع من الذكاء في عملية التصنيع فهذا المجال الرابع هاي القوة الثالث اللي عم تساعد على دفع القطاع الصناعي نحو الجيل الرابع وبيبقى عندي الاتصال الآلي البشري اللي عم بساعد المصانع والتصنيع الذكي اللي عم يدفع الواقع الافتراضي مثل ما حكينا قبل شوي انه الواقع الافتراضي من الممكن انه بهالمصنع يقدر يعيش تجربة افتراضية واقع افتراضي انه هو عم يصنع عم عملية التصنيع من خلال تطبيقات الواقع الافتراضي يشوف حاله الموظف انه عن جد فعلا عم بيركب مثلا سيارة اما عم بيركب العاب للاطفال وغيره من الامور فالواقع الافتراضي يعني كمان دفع موضوع التصنيع دفع موضوع التصنيع الى الجيل الرابع والمحاكاة السيميليشن السيميليشن يعني اذا افترضنا على مؤشرات معينة على فاكتور معينين شو بيطلع عندي بالانتاج اما اذا على براميتر مثلا غير براميتر بهذا المنتج شو بيطلع عندي المنتج شو بيتغير فيه المنتج سواء على مستوى الكلفي اما على مستوى جودة الانتاج وغيره فعند هالمجموعات الاربعة من التكنولوجيا التي تدفع القطاع الصناعي نحو الجيل الصناع الرابع نحو الاندستري فور وطبعا هذه التكنولوجيا التي ترى اليوم ليس تكنولوجيا المستقبل هذه التكنولوجيا صارت موجودة ومتوفرة كلها التي تحدث عنها موجودة ومتوفرة لكن الواحد يريد يعرف يبني استراتيجي يبني استراتيجي يكون في ليدرشب بهذا المصنع بهذا القطاع الصناعي تقدر تدفع المصانع نحو الجيل الرابع لأنه بالنهاية إذا رحنا نحو الجيل الرابع للصناعة بدنا نوفر كلفة الإنتاج بدنا نوفر كلفة الأجور بدنا نوفر كلفة افترضنا الغياب لأنه الآلات بدأت تشتغل كتير وغيره هو كمان من الأمور اللي بتزيد الفعالية على القطاع الصناعي هذا نموذج عن السمارت فاكتوري عن مصنع ذكي يعني نموذج معين حتى يطوني مثل ما بنشوف نحنا أنه كله بكون إنتيجريتد هيدا المصنع الجديد معاش في سايلوز معاش في جزر معزولي بقلب المصنع بتجي المواد التصنيع الأولية بتفوت على ستور بتنحط بالمخازن بالستور مانجمنت بالإنفنتوري مانجمنت ومن هناك بنروح على التصنيع بنشوف الروبوتس هون كلهم مربوطين بالإنترنت بالسنسور عم بيطلعوا داتا على المطرح التحكم والكنترول بهذا المصنع وكمان بنشوف أنه المانجمنت فوق متل ما شايفين فوق على اليمين الـ ERP إنتيجريشن المانجمنت بتكون عندها كل الداتا مباشرة من قلب المصنع قدش عم بتم تصنيع قدش عم بتم استهلاك قدش عم بتم توفير قدش منتنبأ بزيادة الإنتاج أما تخفيض الإنتاج فكل هالداتا هي إنتيجريتد يعني صرنا عم نحكي مثل هون يعني 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 مثل ماشينة كبيرة اسمها مصنع عم تقدر تحكي مع بعضها عم بيكون فيه بيناتها الناس عم يتفاعلوا مع الآلات والآلات عم تكون ذكية شوي فهذا نموذج عم مصنع ذكي طبعا المصنع الذكي اليوم يحتاج إلى منصة لاستقبال الداتا لأنه اليوم نحنا لما عم نحكي عن الانترنت أوف تينج الاندوستريال انترنت أوف تينج عم نحكي عن هوت ديفايسز يعني ممكن يكون في المصنع بقلبه مئات هوت الديفايسز اللي عم يبثوا داتا فكيف بدنا نستقبل هوت داتا كيف بدنا ناخد الديفايسز ونحطهم بمركزية ونقدر نعمل عليهم اناليتكس ما هو بالنهاية نحنا بدنا نقدر نعمل اناليتكس نقدر نعمل تحليل لحتى ناخد قرارات سواء بزيادة الانتاج بالتخفيض الانتاج اما بإلغاء منتج اما يعني إلغاء تاسك إلغاء يعني عمليات في دورة انتاجية معينة في دورة منتج معين فليحطيتوا عني هون هيدي اركتكتشر هي معمرية قائمة على الامازون كلاود يعني في الواحد يحط عنده بقلب المصنع طبعا كل مصنع يختلف عن عن مصنع آخر ليس بالضرورة انه هالاركتكتشر تركب وما كان بس اللي عم قولوا عني انه بدي يكون في عنا هوت ديفايسز بيحكوا عادة بالبروتوكول هلا جديد اللي ماشي بالانترنت اللي هو الامي كيو تي تي هلا عم بحكي شوية تكنولوجيا بالامي كيو تي تي منروح بمبسف داتا هون بموضوع الامازون في عنا الكاينيسز كاينيسز هو بيقرأ الداتا بطريقة ستريمينج يعني بطريقة ريال تايم وبيبعتها التحليل بطريقة ريال تايم بتكون المانجمنت في عنده داشبورد عم تعرف شو عم بصير انريل تايم بشكل مباشر عم تعرف معلومات عن عن عملية التصنيع اما اذا المصنع بده يخفف شوي من موضوع المنصة هايدي معالج بتحويل الداتا معالج الاناليتيكس تبعه للداتا في حط مثلا اليوم الكافكا معروف الكافكا في حط الكافكا في حط ديفايسز مع امي كيو تي تي في بث على الكافكا وفي حط كمان سبارك سبارك معروف الاباتشي سبارك لحتى يعمل اناليسيز اون سكيل لهالداتا كلها اللي عم تمشي من المصنع فما فيني ايجي اعمل مصنع اليوم بدون ما اعمل منصة لتحليل الداتا مصنع ذكي يعني وإلا ما بيكون الى قيمة كل هالديفايسز اذا ما استفدت من الداتا اللي عم تطلع منها الان الانتقال من اسكادة الى اي 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 او تي يعني الانترنت الانترنت انتو بتعرفوا اليوم معظم المصانع كلها مصانع افترضنا من النووي الى مصانع يعني تصنيع المواد الغذائية والالكترونيات معظم هالمصانع بتعمل على سكادة سيستم على البي ال سي اللي هني كنترولر يعني خلينا اقول مثل كمبيوتر صغير محطوط بهالمصنع موزع على الالات التصنيع هنا وهناك وفي سكادة اللي هو بيعطينا الكنترول تبع هالمصنع طب اليوم المصانع في مصانع من الممكن ان تبنى هلأ حديثا يعني بالمصانع الحديثة في روح الواحد ضغلي مباشرة على الاندستريال انترنت بس في المصانع اللي موجودة هلأ ما في هذا المصنع يعني يرمي الاستثمارات تعوله كليا يعود يبنى المصنع من الجديد فبدو يعمل عملية تحديث لهيدا الاركتكتر فبدو يعمل عملية تحول لانه المصنع الجديد ما بنقول له نحن تحول المصنع الجديد هو عملية بناء جديدة مطابقة لمبادئ الاندستري فور لمبادئ الجيل الصناع الرابع ولكن المصانع الموجودة هون نحكي عن ديجتال ترانسفورميشن هون بنحكي عن عملية تحول الكتروني يعني فيهم اليوم ما يستبدلوا هالقطع في كتير الشركات اليوم امنت ادابترز امنت يعني ديفايسيز اما امنت برامج بتقدر تاخد الداتا من البي ال سي من السكادا وتحولها للامي كيو تي تي والامي كيو تي تي بروحوا بياخدوها على كافكا بياخدوها على كاينيسيس بامازون وبحللوها وبكملوا من هوني يعني بيركبوا ادابترز على الموجودين وبيحاولوا يحطوا شوي شوي معمرية هالمصنع لينتقلوا من السكادا لل اي اي او تي طبعا المستقبل رايح للاندستري فور يعني السكادا صارت هلأ دخلت بالسبعينات يعني وصلت لاخر مراحلة هلأ مش لاح تروح مباشرة في استثمارات هائلة بموضوع شبكات السكادا والبي ال سي ما بتروح دغري بس بدي يصير فيه انتيجريشن وتحول مرحلي بالعملية التصنيع شوي شوي. الآن هو الموضوع الآن السؤال هو مش انه الاندستري فور قادمة ولا مش قادمة انه الجيل الصناع الرابع قادم ولا مش قادم السؤال هو يعني بأي سرعة جاي لعنا هذا الجيل الصناع الرابع بأي سرعة بصير في عنا انه هوسك هول السيستمز القدمة بالمصانع مابعدوا يشتغلوا بأي سرعة بصوره السيستمز القدمة مبعد ينعمل لهم من الشركات لان الشركات بتروح لمكان تاني هون السؤال السؤال انك بدك تكون عندك اذا انت فيت بعملية التصنيع بد يكون في عندك استراتيجي للتحول الرقمي يعني رويدا رويدا لحتى توصل لمرحلة يتكون انت مؤهل انك تدخل بالجيل الصناعي الرابع من دون ما تفقد كل الاستثمارات اللي حطيتها قبل طبعا في ناس بدون يتفادوا التغيير معروفة مقاومة التغيير بيقول لك هلأ هيدا يعني بعيدة ومبعيدة يعني اليوم اذا انت ملحقت الترند ممكن انك تصير بالخلف لانه السيستمز اللي عندك بصوروا اوت ديتد مبعد حدا يعمل لهم سببورت مبعد حدا يعمل لهم منتننز يعني لحالك بتطلع من السوق بهذا الاطار فبالخلاصة هيدا هي الاندستري فور يعني ان جنرال بشكل عام عم نسمع عنا كتير هلأ الاندستري فور الجيل الصناعي الرابع الصناعة الرابعة باولمانيا باوروبا بالغرب حتى بسنجابورا وباليابان كمان محكينا باليابان طلعوا المجتمع الخامس مجتمع ما بعد المعلومات مجتمع ما بعد المعرفة عم يشتغلوا عليه فمنح نحن نعرف وين رايح الصناعة منحن نحن نعرف ديجيتال ترانسفورميشن بالقطاع الصناعي موضوع التحول الرقمي بالقطاع الصناعي وين رايح وشو هي اسسه وشو هي التكنولوجي اللي رايحها تدفع هذا القطاع الصناعي للتحول بشوفكم بحلقات قادمة ان شاء الله بنحكي مزيد عن عملية التحول الرقمي مزيد عن عملية ديجيتال ترانسفورميشن هلأ اللي عم تحدث بكافة القطاعات بالصناعة بالسياحة بالبانكينج عم تحدث كمان بالحكومة وعم تحدث بمؤسسات القطاع الخاص والعام على حد سواء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا